أذكر بأننا في الشريحة الماضية تعرضنا إلى تعريف الأخلاق لغة واصطلاحا ومفهوما فإذن نحن متفقون الآن حول المقصود بالأخلاق نمر إلى العنصر الموالي وهو الحاجة إلى الأخلاق وحتى نكون في داخل هذا الموضوع سنحوله إلى السؤال التالي تخيل أنك تواجه هذا السؤال هل الأخلاق ضرورية؟ هل الأخلاق ضرورية في حياة الإنسان؟ طبعا الأجوبة ستتباين البعض ربما سيذهب إلى القول بأنها ربما ليست ضرورية مثل ضرورات أخرى فبالتالي هي ليست ضرورية البعض الآخر قد يقول ضرورية إلى حد ما والبعض الآخر سيقول ضرورية الغالبية الساحقة في اعتقادي الشخصي ستقول ضرورية ولكن دون أن تستطيع تبرير هذه الضرورة طيب لنستمع إلى الدكتور صديق محمد عفيفي يقول الأخلاق ضرورة من ضرورات الحياة المتحضرة المتحضرة تركز معي على عبارة المتحضرة ومطلب أساسي لتنظيم المجتمع واستقراره مطلب أساسي ضرورة ومطلب أساسي وإذا غابت الأخلاق تفشت شريعة الغاب حيث تكون القوة هي الحق وليس الحق هو القوة تميز جميل جدا ما المقصود بالحق هو القوة؟ لما تكون الأخلاق موجودة تكون هي الحق وهي التي تتمتع بالسيادة والسلطة فالجميع يلتزم بها ويكون النظام مثل القانون بالضبط لما نلتزم الجميع بالقانون يكون القانون هو القوة لكن حينما يغيب القانون ما الذي سيحل محله؟ القوة الغاشمة القوة السوداء القوة الحرانية شريعة الغاب يصبح الأقوى هو الذي على حق بموجب القوة التي يمتلكها وليس الذي على حق هو الذي على حق لا تنقلب الأمور لذلك يعتبر الدكتور صديق عفيفي بأن هذا يبرر ضرورة الأخلاق لكن دعنا نتعمق أكثر في الحاجة للأخلاق في ضرورة الأخلاق ونبدأ من الزاوية الفردية أنا كفرد لماذا الأخلاق بالنسبة لي هي ضرورة فردي لماذا ضرورة؟ لماذا هي حاجة ضرورية في حياتي؟ لا يمكن أن نستغني عنها طبعا بأقرب الحجج الممكنة إلى منطقنا الثقافي ومنطقنا الاجتماعي نحن نقول أن الله تعالى خلق نفس الإنسان من مواد مختلفة من أمزجة من ألهمها شرها وتقواها في عبارة عن قوس قزح هذا القوس قزح يتكون من أطياف ضوئية مختلفة فنفس الإنسان فيها هي عبارة عن بحر أو محيط من الأمواج المتلاطمة والمتصارعة باستمرار وحتى في علم النفس التحليلي أو في علم النفس صعب جدا أن تجد نفس بشرية مستقرة مثل صفحة الماء الهادي في تقص جميل ومساء جميل هكذا على صفحة الماء الثابت لا أبدا نفس الإنسان هي صرعات هي أخذ ورد هي ترددات هي أمواج عاتية وأحيانا أعصير حتى أن المفكر أفلاتون المفكر الغريقي أفلاتون شبهها بالعربة التي تجرها ثلاث أحصنة ثلاث أحصنة مثال جميل جدا الحصان الأول هو عبارة على النفس العاقلة الحصان الثاني هو عبارة عن نفس الغاضبة أو الغضبية والحصان الثالث هو عبارة عن نفس الشهوانية في جانب الرغبي والشهوي والشهوي الحسي أو الحيواني في الإنسان من هنا ما دامت نفس الإنسان على هذا النحو فإن ما تحتاجه هي كالمحيط قلنا فإن المحيط يحتاج إلى ربان مهر استمع معي إلى أحد الشعراء يقول والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وأن تفتمه ينفطمي فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوا ما تولى يسيمي أو يسيمي يسيمي يعني يقتل ويسيمي يعيب بين الناس والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطمي فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوا ما تولى يسيمي أو يسيمي إذن أنت لا تستطيع أن تدخل محيط دون أن تكون ربان ودون أن تعرف الملاحة النفس كذلك تحتاج إلى ملاحة منه نجاة الأخلاق الأخلاق هي عبارة عن العلامات أو الأدوات المساعدة السفينة التي تركبها في داخل هذا المحيط ثانيا أن الله تعالى كلف الإنسان وحمله المسؤولية عن نفسه وعن العالم فالأخلاق هي صورة من صور المسؤولية يعني لا يمكنك أن تكون مسؤولا أنت بدون ما تكون مرتبط بقواعد أخلاقية المسؤولية هي أصلا أخلاق عبارة أخلاقية المسؤولية مفهومة أخلاق فالأخلاق لأنها تأتي من التكليف لماذا الحيوان أكرمك الله ليس كائنا أخلاقي ولا يمكن أن يكون عنده أخلاق لأنه غير مكلف ثالثا أن ما يرفع الإنسان عن درجة الحيوانية هي الأخلاق وما ينزل بها إليه هو غيابها عنه طبعا عندنا تراث أدبي وإسلامي كبير جدا يتحدث عن يعني ارتفاع منزلة الإنسان بموجب الأخلاق ثم مثلا ما يقوله ابن باجا في تدبير الموحد يقول فلذلك في كتابه تدبير المتوحد ابن باجا المفكر العربي المسلم يقول فلذلك من كانت نفسه إبهيميتين ما بين قوسين شهوانية تغلب الناتق ما بين قوسين العاقلة حتى لا يكون ينهض عن شهوته المخالفة لرأيه دائما فهو إنسان سوء البهيمة خير منه يعني هنا الارتفاع عن المنزل الحيواني يكون بالأخلاق وكلما ابتعدنا عن الأخلاق كلما نزلنا في مستوى فقدنا الإنسانية المفكر الألماني يقول إنه من السهل جدا أن يكون المرء قاصرا نبي قوسين عديم التفكير فلو كان لدي كتاب يقوم مني مقام العقل ومرشد يقوم مني مقام الضمير وطبيب يقرر للنظام الغذاء إلى آخره فلن أكون بحاجة إلى تجشم أي عناء بنفسي لست بحاجة إلى أن أفكر هذا يعني ماذا؟ يعني أنه ما دمت مكلفا وما دمت حرا فيما أعلم كما يقول ابن رشد حرا فيما أعلم فإن لدي مسؤولية هذه المسؤولية تقتضي أن ألتزم بالقواعد الأخلاقي الأخلاق تأتي من مسؤولية الإنسان من حرية الإنسان فالحرية تقتضي أو في معناها الالتزام لأن حرية دون التزام هي فوضى بينما الحرية الحقيقية بالنسبة للإنسان هي الالتزام الالتزام بالقواعد فمن هنا تأتي الحاجة الضرورية للأخلاق لأن الإنسان خلق من نفس فيها شرها وتقواها لأن الإنسان مسؤول ومكلف لأن الإنسان لا بد أن يرتفع عن درجة الحيوانية كل هذا هي تجعل الأخلاق ضرورة فردية لاغناً عنها ترجمة نانسي قنقر